اشتركوا في القناة الآن موعد بث الحلقة القمر موجود في منزلة النعاد ولكن بعد قليل يعني الساعة 13 دقيقة بتوقيت جرينيش من عصر اليوم السبت القمر رح ينتقل ويصير في منزلة البلدة وهي منزل للثبات والربح والسلامة ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 11 ونص من ظهر اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الدابح وهي للعلاج والفراق والخلاص أو يعني الحرية طبعا القمر ما زال موجود في برج القوس في ساعات الظهور بده ينتقل ويصير في الجدي يعني في عنا خلوم مسار اليوم ولكن بما أنه موجود في برج القوس منشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا وننطلق على سجيتنا على طبيعتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميلة الرحال والمغامرة والرياضة يعني المغامرات والسفر بوسع اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا البطيئة اللي تأثيراتها قائمة طبعا في زوايا تهى تأثيرها ولكن أهم الزوايا اللي تأثيرها ما زال موجود أول زاوية هي زاوية الاقتران الإيجابي بين الشمس وبين عطارد وهاي مستمرة لغاية يوم خمسة ناش يعني نهاية خمسة ناشة بتنتهي هاي الزاوية وعادة هاي الزاوية زي ما حكينا بتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فيه المواضيع علمية صعبة تعذر علينا فهمها بالسابق وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات وتناقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة لما يليها هي تأثيرات كسوف الشمس طبعا هي مستمر تأثير كسوف الشمس لغاية يوم سبعة اتناش ولكن اليوم أقل من يوم أمس ولكن ما زالت بعض التأثيرات موجودة عشان هيك منقول إنه ما تبدأوا بشيء جديد حاولوا تظلوا روتينيين إلا الأعمال الضرورية جدا 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 يعني وبتكون تتأكدوا من كل أمورها وحيثياتها على الأساس أنه ما يصير فيها أي خطأ بالنسبة لزاوية التي تليها هي زاوية التسديس الإيجابية بين المريخ وبين بلوتو وهاي مستمرة لغاية يوم تسعة اتناش هاي بتخلينا شوي نشعر ببعض الخجل من بعض المواقف ولكن اللي بيحاول إنه يستفزنا ممكن إنه نرد عليه بعنف أو اللي يستثيرنا نرد عليه بعنف شديد أما بالنسبة للزاوية اللي رح تستمر لغاية يوم 12-12 وهي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين المشتري هاي شوي ممكن يحقق البعض تقدم على حساب الآخرين يعني موظف صديقك بعرف إنك كدك تعمل إشي بروح بنسبه لحاله فهو بأخذ التكريم عنك أو الترفيع أو المكافأة فبتكون تحذره برضو من هاي النقاط بالنسبة لدوليا طبعا إنه المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية بتتعرض لبعض الاضطرابات بسبب سوء التدبير أو سوء تخصيص الدولة الميزانية أكبر للشؤون العسكرية وهاي فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية لأنه غالبا بتتعرض لعراقيل وما بيتم التوصل لاتفاق فيها في هاي الفترة بيعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين وطبعا بشكل سلبي يعني بكونش هو بالصورة المثالية اللي هو بيكون يعلن عن حاله فيها والناس بتنخدع فيه بيصير فيه نوع من أنواع التقلبات الحادة في المناخ وفي بعض الدول طبعا أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس منفصلة وهي تأثيرها لغاية يوم 19-12 التسديس هاي بين الزهرة وبين المريخ بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم على الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي آخر زاوية من الزوايا البطيئة هي زاوية التربيع السلبية بين زحل وبين أورانوس وهي طبعا رح تستمر لغاية يعني منتصف شهر واحد عشرين اثنين وعشرين بتخلينا شوي نكون مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على القيم والعادات وعلى الأهالي تحديداً بتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في الحكومة احتمال وقوع بعض الحوادث الطبيعية بتكون شوي عنيفة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات والحوادث سكة الحديد وبتدل على اضطرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل اليوم ما قبل خلوة المسار هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون الساعة خمسة وثمان دقائق صباحاً بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها تقريباً من منتصف الليل بتبلش وبتستمر لتقريباً لساعات ما بعد العصر بنصبح بشكل كبير أو بنهتم بشكل كبير بمشاكل وبمتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة خمسة وثمان دقائق صباحاً بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و30 دقيقة ظهراً بتوقيت جرينيتش وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيئ ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعاً الساعة 11 ونص ظهراً بتوقيت جرينيتش القمر رح ينتقل وصير موجود في برج الجدي عشان هيك تأثيرات القمر رح تتغير على كافة الأبراج وعادة نأخذ إحنا من صفات برج الجدي كلنا كل الأبراج يعني فمنعود لطبيعتنا الجدي منحاول إنجاز عمل متراكم منجد إنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين بالنسبة إلى أعضاء جسمنا صحياً وحساسيتها ما قبل الظهر يعني من الآن لغاية ساعات الظهر التركيز بيكون على الكبد والعجز وعظام الفخد عظم آخر العمود الفقرية عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية العضلات القطنية من ساعات ما بعد الظهر الأعضاء اللي بتصير حساسيتها أعلى هي الركبتين والمفاصل العمود الفقري العضلات يعني شوي الرضفة العظم الأسنان الأوتار الأربطة الجلد الشعر الطحال الجهاز التوازن هاي اللي أكثر حساسية اللي بتطلب منها أن نهتم فيها بشكل خاص أكثر لأنه منصير عرضة أن نعاني من هاي المناطق بآلامها أو أوجعها الآن الأشخاص اللي مثلاً بيكونوا بدهم يعملوا عملية أو بيقدروا يأجلوها إذا كانت بتتعلق بالأعضاء اللي ذكرناها يعني يفضل إذا كان مضطر ما في مجال التأخير وعملية طارئة بدها تصير يعملها ولكن إذا بيقدر إنه ما يعملهاش في فترة خلو المسار طبعاً بالنسبة للعمليات الجراحية زي ما حكينا إنه فترة خلو المسار لا تصلح للعمليات الجراحية والعضاء اللي ذكرناها إحنا برضو لا تصلح لعمليات جراحية لإلها تحديداً بالنسبة لعمليات التجميل ما بنصح فيها بالفترة هاي لأنه أول إشي القمر رح ينتقل للجدي خلوه مسار اثنين لسه ما طلعنا من تأثيرات الكسوف عشان هيكي بنقول لا تصلح للتجميل والحقن والجراحة مناسبة لإزالة الشعر الزائد فقط لا تصلح لقص الشعر التجميلي يعني ممكن اللي بدي يقص شعره قص عادي يعني أو صبغ ممكن أو أما قص علاجي لا بالنسبة لما طعم كورونا ما فيه أي مشاكل إلا إذا فترة خلوه المسار يعني ما مننصح فيها إلا أنه شوي بتخلي فيه آثار جانبية للوقاح اللي هي زي حرارة قش عريرة أشياء مثل هيك يعني ممكن يتسيطر على الأعراض الجانبية بالبندول والبرستيمول حبتين كل ست ساعات اللي هو حبتين خمسمية أو حبه ألف كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام مع أخذ أسبرين بيبي أسبرين مميع للدم لمدة ثلاث أيام كل يوم حبه بما أن القمر موجود في برج الجدي معناته خلوه المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء يوم سبعة اطناش بيبدأ في تمام الساعة أربعة واثنين واربعين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة أحداش وثمانية واربعين دقيقة ظهرا لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يوم في تمام الساعة خمسة واربع وثلاثين دقيقة صباحا بيصبح يومين نسبة الإضاءة بتصير خمسة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اطناش سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في القوس وبدأ ينتقل للجديد ربعا رح يمكث في الجديد لغاية يوم سبعة اطناش هو الآن سعيد بنسبة أربعين في المية ولكن في ساعات الصباح بتنزل سعودته لا خمسة عش في المية طيلة النهار يعني عطارد في القوس حتى يوم ثلاثة اطناش منتحس بنسبة عشرة في المية الزهرة في الجدي حتى يوم تسعتاش اطناش سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في العقرب حتى يوم ثلاثة اطناش سعيد بنسبة خمسة في المية المشتري في الدلو حتى يوم تسعة وعشرين اطناش سعيد بنسبة خمسة في المية زحل في الدلو حتى يوم أربع ستة منتحس بنسبة عشرة في المية أورانوس في الثور بيت راجع حتى يوم ثمنتاش واحد منتحس بنسبة عشرة في المية نبتن في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشرة في المية بلوتو في الجدي حتى يوم تسعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر ما زال موجود من الآن لساعة الظهر في البيت التاسع فبيظل النشاط على أمور إلها علاقة بالدراسة الجامعية إلها علاقة بالسفر البعيد الاتصالات البعيدة أوراق ومعاملات إلها علاقة إما بهجرة بقضايا قضائية يعني الأجواء بتتسلط على هاي الأمور ورح تشعروا بقوة العاطفة الأحباء بتجاوبوا معكم ولكن زي ما حكينا بدون عصبية وفرض السيطرة اللي عنده امتحان جامعي لأجواء جيدة ولكن فترة خلوه المسار بتكون تنتبهوا بتكون تدرسوا وتستعدوا بشكل جيد ممكن اليوم بعضكوا يعني يكون عنده ترويج لعمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها الفترة هاي معروف البيت التاسع قوي جدا على المستوى العاطفي والمستوى العائلي في ساعات الظهر طبعا القمر رح ينتقل ويصير في البيت العاشر فبينصب اهتمامكم حول عملكم حول مصالحكم الاجتماعية أهم شي انك ما ترتجل المواقف والتصاريح بدك تكون واضح بقناعة كاملة عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم ممكن تضطرب أو تضغط عليك الأمور والمسؤوليات وتواجه نوع من أنواع الصعوبة والمعقدة في بعض الأمور عشان هيك لازم تلتزم بمسؤولياتك لأن الفترة هاي فترة احنا منسميها فترة امتحان برج الثور القمر ما زال موجود في البيت الثامن والبيت الثامن معروف هو خاص بالأموال المشتركة فعشان هيك ممكن تقوموا بسداد بعض الديون أو الاهتمام بمسائل مالية إلها علاقة بقرض إلها علاقة بميراث إلها علاقة بأموال الشريك أو الزوج أهم شيء أنه اليوم بتحاول أنك تنظم بعض الأمور المالية عشان هيك لازم تخففوا من النفقات حاولوا أنكم ما تكفلوا حد ما داينوا حد فلوس بالفترة هاي انتبهوا لأموالكم من السرقة والضياع حاولوا أنه برضو تسارعوا لتهدئة الأجواء وخصوصا الأجواء العائلية فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير برضو اللي بيحبوا الأمور الروحانية هاي فترة لا تصلح للغيبيات والروحانيات بسبب الكسوف أثاره لسه موجودة والعصبية برضو لا تصلح هذه الأوقات للمواجهات فعشانك لازم تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي في ساعات الظهر الأجواء بتتغير تماماً القمر بصير في البيت التاسع فبتنشطه في مجال السفر البعيد أو الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد بتتهيأ لك فرصة بتفتح أمامك أبواب لها علاقة للتسويق أو للنشر أو للسفر حتى أو للدراسة العليا بتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء أنك تتحرك على مختلف الأصعيد لأن الأجواء داعمة لا إلك برج الجوزة طبعاً القمر ما زال موجود مقابلكم تماماً في بيتك السابع وهذا الإشي بعطيك إيجابية ولكن في المقابل بعطي سلبية وتحذيرات لأنه بيسحب من طاقتك فبيخلي طاقتك ضعيفة جداً على مستوى ما في جهد لبدل بعض الأمور بيعمل شوية فوضى صحتك بتكون بحاجة للرعاية فعشان هيك هذا إيجابيته هو مناسب لتعزيز شراكاتكم خصوصاً شراكاتكم بالعمل بالعاطفة شراكة زوجية شراكة حب بتكت تأهلوا فيها للزواج هذه فترة يعني زي ما بنحكي جيدة على هذه الأمور ولكنها ضاغطة على الأمور اللي إلها علاقة بالنقاش بالحوار بالقرارات فما بينفعك فيها سوى المرونة الصبر أخذ نفسه طويل تبعد عن المواجهات قدر الإمكان لأنه ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات ما بلزمك معها إلا الصبر وأنك تحاول تمشي الأمور للقمر يوصل لما كان مناسب لإلك بالنسبة من ساعات الظهر الأجواء رح تتغير شوي لأنه القمر رح يصير في البيت الثامن فهنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ممكن اليوم تدخلوا تعديل على نمط حياتكم يعني عشان تتماشى مع الوضع يعني بتحاولوا أنه تتأقلموا مع الوضع الجديد أو ترتب وضعك المالي بشكل مميز بيطمئن بالك وتفرح لتطور ما فترة جيدة لتصحيح بعض الأخطاء أو لتكرار المحاولات ممكن يصير فيه نوع من الاهتمام على شيء بيتعلق بأحد أفراد العائلة برج السرطان بما أنه القمر ما زال موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل وإله علاقة بالصحة اللي هدول أكثر إشي بيحتاجوا لتركيز خلال هذا اليوم فاليوم ممكن أنك تنجز بعض الأعمال رغم أنه كثافتها أو ما عندك طاقة لإنجازها أو ممكن تتراكم عليك أو ممكن يصير فيه بعض الخلافات أو سوء التفاهم ما بينك وبين أحد زملائك في العمل بدك تضغط على حالك عشان الأعمال هايما تتراكم وتتسجل عليك نقاط فعشان هيك بدك تحاول أنك تنجز أعمالك ولكن ما تبالغ كثير بصحتك بدك تنتبهوا لغذائكم راحتكم بدك تكون منظم تحاول أنك تحسن إدارة كل شيء ما تخلي الأشياء اللي بتعملها تكون فوضى يعني بدك ترتبها وأهم شيء زي ما حكينا أنك ما تهمل صحتك بالنسبة لساعات الظهر القمر راح ينتقل ويصير مقابلك تماما في الجديد فعشان هيك بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حولوا تحافظوا على هدوءكم حولوا أنكم ما ترتجلوا كلام أو توجهوا ملاحظة لأنه خصمكم بالفترة هاي بكون قوي وما بيرحم فعشان هيك الأيام هاي ممكن تحملك ارتباط مهم فبدك تحافظ على هدوء أعصابك وحاول أنك ما تكون عدائي يعني فترة شوي برضو تمتحن صبرك فيها أكثر برج الأسد ما زال القمر موجود في البيت الخامس اللي إلو علاقة بالعاطفي إلو علاقة بالأحبة إلو علاقة بالهوايات إلو علاقة بالأبناء بأحد الوالدين فالأجواء بتتركز على هذا المحور حتى على النزوات والهوايات رغبتكم بتشتد للتقرب من أحبائكم وممارسة كل الأشياء اللي ذكرناها ما بيتخلى الحظ عنكم ماليا خلال هذا اليوم ممكن تنفرج أساريرك بتعيش لحظات سعيدة نسبيا في بعض الأمور ولكن الأهم زي ما حكينا أنه ما تهم الواجبات واجبات اتجاه العائلة والأحباء وحاول تضبط أعصابك قدر الإمكان معرف أنه فترة ضاغطة ولكن ما بلزم معها غير شوية صبر من ساعات الظهر الأجواء رح تزيد ضغط عليك لأنه القمر رح ينتقل للبيت السادس اللي علقوا علاقة بالعمل والصحة فبيتراكم العمل عندكم أهم إيش إنكم ما تهملوا صحتكم حاذروا من التعب الصحي والجسدي واللي ممكن يمنعوك من أداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة ممكن تشعر بنوع من أنواع التوتر فعشان هيك ضبط الأعصاب مراقبة الصحة إنجاز الأعمال ترتيب الوقت هي شعار هاي الفترة برج العذرة طبعا القمر ما زال موجود في بيت البيت بيت العائلة فعشان هيك الاهتمام كلها اهتمامات بأحد أفراد العائلة أو العائلة أو مسائل بيتية أو ظروف قاهرة إلها علاقة بالبيت أو بأحد أفراد العائلة فعشان هيك برضو ممكن أنه بعضك يهتم بتعديلات أو تصلحات منزلية ممكن شوي يكون فيه نوع من أنواع التعاون من أفراد العائلة في مسألة ما ولكن فيه قلق فيه قلق حول وضع عائلة أو منزلة ممكن مشاكل خلافات أعطال أشياء من هذا القبيل بتطلب منك أنك شوي تنتبه لحالك تضبط أعصابك ما في داعي للإنفعالات الأجواء متوترة بدك تراعي ووضعك الصحي برضو من ساعة الظهر الأجواء رح تتغير تماماً لأن القمر رح يصير في البيت الخامس فبتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح هيك بتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة إيه إلها علاقة بالعاطفة بهواية بمفاجأة بمرح فرح أي إشي من هذا القبيل اليوم رح تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف الضغطت فيك خلال الأيام الماضية اللي وثرتك على كل المستويات برج الميزان بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر القصير الاتصالات النقاشات الحوارات الإقناعات الإجتماعات التنقلات بأنواعها السيارات التليفونات كل هاي الأمور هي اللي مسيطرة على الوضع عنك وحتى أمور الامتحانات برضو واردة خلال هذا اليوم طبعا هذا يوم مناسب لإجتياز الامتحان ممكن يتعززوا علاقاتكم مثلا مع الإخوة مع جار الحضوض الجمال أنه بتدعمك ولكن فترة خلو المسار بدك تنتبه إذا عندك امتحان أو عندك تنقلات إذا عندك امتحان تدرس وتستعد وما تعتمد على الحضوض عندك تنقلات انتبه أثناء تحركاتك وقيادتك للسيارة اليوم أنت روم أنك أنت بتتمتع بسرعة بديهة عالية إلا أنه العصبية بتسيطر عليك من وقت لآخر فممكن تكون حاد أو لادع بالكلمات فبدك تضبط أعصابك من ساعات الظهر بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهم شيء أنك تلطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك وممكن تسبب لك مشكلة ضغط نفسي يعني فعشان هيك ابعد عن أي مشاحنات عائلية أو بيتي حاول أنك ما تخالف القوانين أو حاول أنك تحترم المواعيد الالتزامات المهنية أهم إشي بهاي الوقت ما تضيعها من إيدك ما تخلف موعد واهتم بعائلتك برج العقرب بما أن القمر ما زال موجود في البيت الأول معناته رح يظل الاهتمام من الآن لساعات الظهر بالأمور المالية ممكن تحصل على مكسب مالي من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم قرض معين مساعدة أموال لإلك بتستردها هدية الأجواء فيها وضع مالي ممكن ترتبوا أمور ديون عليكم أو استحقاقات عليكم بالفترة هاي ولكن بتكو تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية يعني ضبط الأمور المالية هي لازم يكون شعاركم خلال هذا اليوم لغاية ساعات الظهر وتحاولوا أنك تلجأوا لأي أمور ممكن بتكو تحصلوا ديون أو أموال لكم أو ترتبوا دين معين ممكن تناقشوا في هاي المسائل اليوم يعني بشكل جيد ولكن يفضل أنه مش بفترة خلو المسار من ساعات الظهر الأجواء رح تتغير تماما لأنه القمر رح ينتقل ويصير في البيت الثالث لإلكم فهنا بتكثر عندكم الاتصالات التنقلات وبتصير الفترة هاي مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك عندك قدرة إقناع عالية وسرعة بديهة عالية مميز جدا رح تكون اليوم في منكو رح يقوم برحلة أو يتحرك بفعالية كبيرة أو مناسبة أو نشاط معين وتكثر عنده الاتصالات وتكون الاتصالات واسعة وممكن هاي الاتصالات تسفر عن اتفاق أو مصالحة أو صفقة معينة كانت منتظرة من فترة طويلة برج القوس طبعا بما أن القمر ما زال موجود عندكم معناته اليوم لأنه ألقى بضوء على كل البرج رغم أنه فيه كسوف ولكن تأثيرات سعادت القمر بتعطي شوية من الثقة بالنفس أكثر من الأيام الماضية خصوصا أنه بلشت التأثيرات تخف فثقتكم بأنفسكم كبيرة النشاط عندكم عالي ملفتين للنظر بالنسبة للجنس الآخر ما اليوم ممكن تبادروا لخطوة جديدة الدعاء من مكانتكم الاجتماعية الأجواء بتعطيكم انفراج وتقدم ملموس بعد أيام كان صعب أنك تنجز فيها كثير من الأعمال أو كان فيها نوع من أنواع الركود والتأجيل والتعطيل الأيام هاي بلشت تتحرك الأمور لأنه القمر والشمس وعطارد كلها هاي الشلة الكواكب هاي كلها موجودة الآن بلشت تعطي طاقة أعلى فعشان هيك هاي فترة مناسبة لإلك من ساعات الظهر الأجواء رح تتحول على الميزانية فعشان هيك رح تعيدوا تنظيم ميزانيتكم تهتموا بالأمور المالية تهتموا بالوضع المالي والمكاسب المالية أهم إيش إنكم ما تغامروا بأموالكم حاولوا إنكم تنظموا إذا عليكم ديون تعرفوا ترتبوها بشكل جيد هاي فترة يعني شوي فيها تطلب نوع من أنواع الحذر ماليا ومعنويا أهم إيش إنك ما تتسرع باتخاذ القرارات الحاسمة لأنه أنت بالفترة هاي بحاجة لكل التعاطف والتضامن من الأشخاص اللي بيحيطوا فيك برج الجديد بما إنه القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الظهر فمعناته ما بدك تدير بالك يعني ما زالت الأجواء ضاغطة بكل المعاني بتشعر بضغطها خصوصا إنه قمر كسوف شمس الشمس عطارد كلها هاي الكواكب اللي موجودة في بيت متاعبك ضغطتك بشكل كبير الفترة الماضية وما زال الضغط مستمر يعني اليوم كمان أنت بتشعر بالضغط لغاية ساعات الظهر فعشان هيك بتكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم ما تبالغوا بإنجازاتكم حاول تخلي الأجواء روتينية عادية طبيعية بدون ما تحسم أي أمر لأن هالفترة ما زالت سلبية ومخيبة للآمال من بعد خلو المسار انتهاء خلو المسار في ساعات الظهر بتستعيدوا نشاطكم شوي هاها وبتبلش الحيوية ترجع لكم وبتستعيدوا حماستكم وعزيمتكم بتمارسوا جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة رح تمتلك طاقة كافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمره عالف الفترة هاي بتحمل أخبار سارة يعني أنت بدأت بالمرحلة الجديدة مش تفكر اليوم بس ممكن يجيك الخبر السار لأ عندك اليوم وعندك بكرة يعني الأجواء داعملة إلى كل أيام القادمة كمان لأنه رح تبدأ مرحلة جديدة خلال ولاة القمر وبرضو تحركات القمر في النصف الأول من دائرة الفلكية برج الدلو طبعاً طبعاً اليوم بدك تكون حذر شوي لأنه القمر إحنا حذرنا أنه القمر موجود في بيت الأصدقاء ولكن رح ينتقل لبيت متعبك ما زال موجود في بيت أصدقائك بيت العلاقات الاجتماعية في منكو أشخاص ممكن ينشطوا بين أصدقائهم أو لقاء الأصدقاء أو مساعدة الأصدقاء وممكن أنه يعني يساعدوك بعض الأصدقاء بإنجاز أمر كان صعب عليك أو واسطة معينة من أحد المعارف الأجواء جيدة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد حتى من لقاء معين ولكن الأهم من هذا كله أنه من ساعات الظهر بينتقل القمر بيصير في بيت متاعبك عشان هيك حاول من الآن تنجز كل الأشياء الضرورية والمهمة قبل ساعات الظهر لأنه مجرد ما وصل القمر لبيت المتاعب رح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم بتكون تتجنبوا في فترة وجود القمر في بيت المتاعب تتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة أو مهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة وبدك تحاذر الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب أمالك أو تتأخر فيها أعمالك يعني مش تقول ليش بضغط علينا بالكلام بشكل كبير لأنها فعليا فترة صعبة رح تضغطك مدة يومين وربع بعدين القمر رح يوصل لعندك فعشان هيك حاول أنك أنت ما تأخذ بأي وعد أو أي واحد بيحاول أنه يقول لك لا بدي أعملك أو بدي بوعدك بشيء معين أو بتنتظر شيء ممكن يتعطل في الأيام القادمة فما تيأس لأنه رح يجيك في الأيام اللي بعديها برج الحوت طبعا ما زالت الأجواء جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين في العمل أو بيبحثوا عن ترفيع أو ترقي أو تسليم ملف يجيهم تكريم منه أو دعم منه أو ترقي منه أو أشياء لها علاقة بالمسؤولين عنهم الفترة هي إيجابية ولكن زي ما الكل بعرف أنه هاي زاوية تربيع يعني ما بين القمر وبين برجك في مكانه فعشان هيك ما بنفع أنك أنت تكون عصبي ما بنفع أنك تهمل واجباتك أو أعمالك لأنه رح تتحاسب هذا بيت السمعة فما بدك يتشوه سمعتك نهائيا لا بعملك ولا بمخالفة القوانين وبدك تحرص على استقرارك ما في داعي لا للخلافات ولا للمجازفات بالفترة هاي من ساعات الظهر طبعا الأجواء رح تتغير شوي لأن القمر رح ينتقل ويصير في بيت الأصدقاء فعشان هيك ممكن اليوم تنشطوا بعلاقات اجتماعية عالية جدا أو قوية جدا تلتقوا من خلالها الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية ما تبقى وحيد حاول أنك تخلي فيه علامة تواصل ما بينك وبين أصدقاءك بلقاء بحفلة بمناسبة باجتماع يعني حاول أنك تكون اجتماعي أكثر هاي فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا بتكثر فيها الاتصالات وبتكثر فيها الموعيد فعشان هيك ممكن شوي تشعر بالإرهاق من كثرة الالتزامات بالفترة هاي ولكن إجمالا الأجواء إن شاء الله بتكون لصالحك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم فياريت إذا عجبك المحتوى تحط لايك تكتب كومنت عندك تساؤل اسأل عندك ملاحظة أعطينا إياها حابب تدعم القناة بتقدر إما بالانتساب تنتسب للقناة أو في صندوق الوصف في البيبال وفي الآيبان تبع البنك بتقدر إنك تدعم القناة من خلالهم مش حابب برضو شكرا لا إلك حابب ما معك برضو شكرا لا إلك كثير حتى لا وفكرت في الموضوع مجرد تفكير فهذا بعتبره أنا دعم شكرا للمنتسبين وشكرا للأشخاص اللي يعني ما بيقصروا بشيء بدناش إحنا نقعد نفصل عشان ما نطيل الحكي هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء